بصقف حجرة الدرس داخل إحدى المؤسسات التعليمية احتمت أسرة نيف العمودي من بطش الطائرات الحربية الإسرائيلية التي دمرت بيتها عن آخره قبل أسابيع إلى هنا إلى مدرسة جباليا للذكور آوى أفرادها الخمسة عشر ولن يبرحوا المكان حتى يعاد تشييد المنزل إلى ملاجئ تقوي مشردية العدوان وتعدادهم يفوق المائة ألف شخص تحولت مدارس غزة في ظروف سيئة يحيى هؤلاء حسبهم أنهم في منأ من القصف أو هكذا يحسبون حيث أن إسرائيل لم تتورع في الثلاثين من يوليو عن شن غارة على مدرسة تابعة للأمم المتحدة في حي الشجاعية قضى بسببها ستة عشر فلسطيني النحب وجرح العشرات من بينهم الطفلة ملك على جسد الملاك ملك ما تزال آثار العدوان باديا يلازمها الإحساس بالخوف بل الرعب مما تحمله قادم الأيام لها ولكل الغزيين أيام وتنتهي عطلة الصيف لكن الطريقة إلى حجرات الدرس غير سالكة أمام أطفال غزة قبل إبرام اتفاق دائم لوقف إطلاق النار هناك 108 من مشاءات الأنر وأصيبت بأضرار مختلفة في أثناء الحرب منها حوالي 75 مدرسة هناك عدد من المدرسة لكن عدد ليس كبيرا أصيبت بأضرار كبيرة من المستحيل أن يتم التدريس بها إلا في عملية إصلاح شاملة العودة إلى الدراسة عودة إلى الحياة بالنسبة لأطفال غزة الذين لا هم بالأحياء ولا بالأموات 500 منهم لقوا حتفهم منذ بداية الحرب التي ستلازم ذكراها من تبقى منهم على قيد الحياة